كنت في ليلة أمس أتابع كثير من تطبيقات وصائل التواصل الاجتماعي من ميزة هذه التطبيقات أنها انعكاس تأكس لنا إلى حد ما الرأي العام كنت ألاحظ أنه في احتشاد في الاحتفال بهذه المناسبة من كل مناطق اليمن وبكل فؤاته بشكل غير مسبوك وكل عام ربما أعلى من من قبله لماذا؟ لأنه ربما المخاطر التي تحيط الجمهورية والتهديدات التي ربما تطال الثورة السادس وعشر في سبتمبر هي تجعل الشعب اليمني أكثر الالتفافا وبالتالي الاحتفال هو نوع من المقاومة في تقدير كثير من المواطنين وأنه إظهار الاحتفال بهذه الثورة وبذكرها هو يمثل في وجهة نظرهم نوع من المقاومة لما هو ضد هذه الثورة والما هو نقيض للنظام الجمهوري الحقيقة أنه كان استفتاء شعبي يرقى إلى أن يكون استفتاء شعبي أنه فئات كثيرة في كل سنة تنظم إلى من يحتفل بهذه الثورة ويظهر احتفاله ويتباه بهذا الاحتفال الحقيقة شاهدنا مثلا مواكب شعبية في المهرة شرق اليمن بعيدة جدا عن الأزمات خرج المواطنون بالأعلام اليمنية في مواكب يحتفلون بهذه الذكرى المجيدة رغم كل التحديات والمصاعب القيم التي تتقف خلف هذا الثورة والجمهورية هي واحدة من محركات الناس أن تكون دولة واحدة نظام جمهوري واحد لليمن بكل أطرافها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من نظام واحد هذا مثل قيمة كبيرة لدى اليمنين أن يتمتع اليمنين بالحرية هذه قيمة أيضا كبيرة ويناظلون من أجلها أن يكون يتطلع اليمنين إلى الآفاق وأن يكون هناك مواطنة متساوية هذه واحدة من القيمة التي تستبطن خلف هذه الشعارتين الشعارين الكبيرين التي يتثورون للجمهورية واليمنين يحتشدون حولها ويدافعون ترجمة نانسي قنقر